اولادي وبناتي طلب الطالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم. هنكمل مع بعض النهاردة لسون سري بعنوان اخذنا ان المايكروبس ممكن تكون او اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن سام بكتيريا سام بكتيريا زي الروت ناضي البكتيريا والديكمبوزيشن بكتيريا واللاكتك اسد بكتيريا. النهاردة بقى هنتكلم عن سام زي البنيسيليم فانجاي وليست فانجس. نمسك الاول البنيسيليم فانجاي. دي ليها انواع كتير جدا من البنيسيليم فانجاي. في عندي نوع اسمه بنسيليم ريكفورتي ونوع اسمه بنسيليم نوتاتم. طب هل معنى ان الاتنين دول هم عبارة عن بنسيليم فانجاي يبقى ليهم نفس الفانجشن ونفس الستراكشور? لا. الاتنين ليهم وعشان كده ليهم كمان طب ازاي? هنمسك البنيسيليم آآ البنيسيليم ريكفورتي. من اسمها كده هي دي نوع الفانجس اللي بيستخدم في ايه? طبعا كلنا عارفين الجبنة دي يا ولاد. ليها آآ طعم مميز كده. وليها كمان بيبقى عليها الوان منها اللون الجرين بتاع البنيسيليم آآ فانجاي. طيب يبقى كده آآ قدرنا نستخدم نوع من انواع الفانجاي في ان احنا عملنا آآ الاتشيز دي هي. طب تاني نوع البنيسيليم نوتاتم وده نوع مهم جدا جدا لانه ليه آآ دور في علاج بعض الامراض. ازاي? الفانجس ده يا ولاد لقوا انه هو بيقدر يعمل يعني بيفرز مواد. المواد دي هي قادرة انها تعمل بتاعت باكتيريا. يعني شبه بتموتها كده بتوقف تقاسرها او نموها. ومنها من اللي طلعوها من البنيسيليم نوتاتم قدروا يعملوا يعني يستخلصوا او يصنعوا اول يعني اول مضاد ضحاوي فعال. اسمه طيب البنيسيليم انتبيوتك ده يا ولاد ليه قدرة انه يعمل كل للبكتيريا اللي يعني مرض الدفتيريا او التهاب اللوزاتين. اللي هو التهاب اللوز يعني. تمام يا ولاد? طب مين اللي اكتشف الموضوع ده? عرفنا منين ان البنيسيليم نوتاتم دي اقدر اخترع منها مضاد ضحاوي? عالم اسمه ده انجليش سكوتش ساينتست يعني عالم انجليزي سكوتلندي العالم ده اخد اخد جايزة في الطب ليه? لان هو ده اللي اسمه بنيسيلين. هو ده اللي كان في مرة كده يا ولاد قاعد في المعمل بتاعه بيحاول يدور على بعض الادوية او العلاجات للامراض اللي بتسببها البكتيريا. ففجأة لقى في نوع من الفانجوس طلع على المكان اللي هو شغال فيه ده اللي هو حاطت فيه البكتيريا. وموتة البكتيريا اللي في المكان ده. منها بدأ بقى يدرس النوع ده من الفانجاي. وبدأ يشوفه وهو بيعمل ليه السابستانس اللي هو بعد كده اخد السابستانس دي وعمل منها يعني استخلص منها او تصنع منها المضاد الحيوي ده. اللي قدرنا نشنا نستخدمه في امراض زي الديفتيريا او زي الايه اه التونسليتس. طيب ده كده بالنسبة ليه البنيسيليم فانجاي. طب اليست فانجوس طبعا اليست فانجوس اتكلمنا عنه قبل كده. وقلنا ان اليست ده اللي هو الخميرة. كلنا طبعا عارفين الخميرة لو خدت كده منها قطعة صغيرة حاطتها تحت المايكروسكوب. هلاقي السيلز بتاعت الايه بتاعت الفانجوس ده طبعا هي يعني كل من دول هي ارجانيزمي كامل. هي طيب. 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 طيب يا ولاد ليه اهمية كبيرة في حياتنا ازاي? ليه اهمية يعني تغذية الانسان ازاي? لأوا ان فيها فيها سورس فيتامين بي كومبليكس. فيتامين بي ده نوع من انواع الفيتامينز اللي مهمة جدا للأعصاب ولنمو الشعر والحاجات كتيرة جدا في جسمنا. كمان يا ولاد الليست فانجوس هي ريتش ان انتي اوكسيدنس. الانتي اوكسيدنس اللي احنا بتسميها مضادات الاكسادة برضو دي اه حاجات مهمة جدا للهيلس بتاعت البادي ولنضارة البشرة والحاجات كتيرة جدا. طيب. كمان الليست ممكن نستخدمها في الاندستري ازاي? عن طريق ميكينج بريد. طبعا المخبوزات كلها بنستخدم فيها الخميرة. كمان ممكن نستخدمها في صناعة الاساي الالكول او الاسانول اللي هو بنستخدمه كمطهر او في التعقيم او الحاجات دي. اللي هو الكحول. طيب كده احنا اخدنا البنيفيشل اه فانجوس اه البنيفيشل اه فانجاي واخدنا البنيفيشل بكتيريا. نخش بقى على الميكروبس. الميكروبس يا ولاد زي ما قلنا في منها انواع يعني تقدر ان هي تصيب الهيومان ببعض الامراض. طبعا بتدخل الانسان ازاي? اما عن طريق التنفس او عن طريق او انجستنج. لما اكل اكل ملوس بيه بالميكروب ده. او عن طريق بتعمل بتختارك الجلد. او ان احنا اه تقدر توصل لنا عن طريق في حالات مسلا نقل الدم. لما يكون حد مريض وعايزين نقللو دم. ممكن الدم اللي ينقلو يبقى ملوس او بالميكروب ده. طيب. الميكروبس دي هي ممكن تسبب. طب ايه هي اللي ممكن تجنى عن طريق تلوص الطعام. عندي مرض زي والتيفويد. الباسوجين يا ولاد يعني كلمة يعني الميكروب اللي كوز ديز او بنسمي ديزيز كوزينج ايجنت. يبقى كلمة يعني 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 الميكروب اللي هيسبب المرض. نمسك الاول كده يا ولاد كل مرض من دول ونشوف ايه هو اللي بيسببه يعني اللي هيسببه. اول حاجة دي الباسوجين اللي بيسببها اسمه انتميبة هستولاتيكا. الاميبة هستولاتيكا ده يا ولاد ديوني سيلولار بروتوزوة. يعني نوع من انواع البروتوزوة بتعيش فين بقى لما بتدخل جسم الانسان عن طريق الفود ده بتعيش في اللارج انتستان اوف بيشنط. طيب الطيفويد ديزيز اللي بيسببه هي مرض اسم اصد مايكروب اسمه سالمونيلا طيفي. السالمونيلا طيفي ده يا ولاد نوع من انواع البكتيريا اللي بتعيش فيه الديجيستف تراكت يعني في القاناة الهضمية او يعني برضو طبعا بما اني داخل عن طريق الاكل ببا برضو هتسيب حاجة في الجهاز الهضمي بتاعنا الديجيستف سيستم. طيب ده بالنسبة لي طيب ايه هي يعني بينتقل ازاي لجسمنا? هتقولي بما اني الاتنين دول هما بيصيبوا حاجة في الديجيستف سيستم يبقى يكيد عن طريق الفود اللي بيكون بس هنزود فيه ان السالمونيلا طيفي تقدر كمان تخشنه عن طريق يعني مش بس الاكل الملوس لأ كمان والمياه الملوسة. طب ايه هي يعني الاعراض اللي لو حسيت بيها اشك ان انا عندي او ايه ايه? اول حاجة في يا ولاد ممكن يبقى عندي يعني اسهال مصاحب بدم او مغص لصفة بتيت يبدأ الانسان يحس ان نفسه مش محتاج مش ملوش نفس انه ياكل طبعا نتيجة كده هيبدأ يخس ويبقى على طول حاسس انه تعبان وهمدان ومش قادر يتحرك فهيحس بالفتيج. تمام يا ولاد? طب ده بالنسبة لي الطيفويد بقى الطيفويد بيصاحبه يعني حم جديدة يعني ممكن نلاقي بتاعت البيشنط ريتش فورتي ديجري سليزيوس. احنا طبعا عارفين الهيلسي سورتي سيفن. لو زادت للفورتي ده كده يبقى سخني جدا. طيب نتيجة كده كمان ممكن نلاقي عنده فتيج وهدك. يبدأ يحس بالتعب ويحس بالصداع. يبدأ يحس بانتفاخات في البطن. يحصل استومك ومصل بين الام في العضلات والام في البطن. دي كلها بتاعة الامراض دي هي. يبقى زي ما انتم كده شفتم يا ولاد ان الامراض دي هي بيبقى سببها ميكروب. ممكن يبقى بروتوزوة. ممكن يبقى بكتيريا. ممكن طبعا في امراض تانية ليها طب هل ليها علاج? اه طبعا ليها سببها ايه بروتوزوة? يبقى استخدم لها يعني مضاد للبروتوزوة. طب الطيفويد ده بكتيريا يبقى هستخدم له تمام يا ولاد? اللي هو المضادات الحيوية. طيب نيجب هنعرف ايه هي العادات الكويسة اللي انا مفروضة اعملها. اول حاجة. لازم نخسل الاكل بتاعنا كويس جدا الخضروات والفاكهة قبل ما ناكلها. اه تاني حاجة. ما نسيبش الاكل بتاعنا مكشوف من غير غطى. لازم اخسل السناني باستمرار. عشان نمنع على جوه الماوس بتاعنا. عشان ما تترقمش الماكروبس جوه الفم. وكمان عشان نقدر نحنا نقضي بريفنت الاودور اللي بتبقى موجودة. اللي موجودة في الماوس. كمان ونشرب مية كتير. كده يكون ياولاد خلص الدرس بتاعنا بالتبقى.